في السباق المحتدم عالميا منذ سنوات للوصول إلى المريخ كان على العلماء إيجاد طريقة لدراسة الكوكب الأحمر تختصر الوقت وتوفر كثيرا من الكلفة خلال أبحاثهم خصوصا مع فشل كثير من الرحلات بالوصول إلى مدار المريخ أو الاستقرار على سطحه وجد العلماء عددا من المواقع على الأرض حول العالم لها خصائص شبيهة بالمريخ استخدموها لاختبار التقنيات والنظريات الجديدة قبل البعثات المأهولة إلى هذا الكوكب ففي عام 2018 اختار نحو 200 عالم من 25 دولة صحراء ظفار في سلطنة عمان موقعا مثاليا لإجراء التجارب لمدة أربعة أسابيع بسبب مكوناتها الجغرافية التي تشبه سطح المريخ وفي صحراء تابيرنس الإسبانية في العام 2018 اختبر العلماء ميدانيا نموذجا أوليا لمركبة مبنية في المملكة المتحدة حملت اسم تشارلي كجزء من تطوير الروبوتات لاستكشاف المريخ التجارب الميدانية أجريت أيضا في صحراء النقب عام 2018 حيث طبق فريق من العلماء في الجامعة العبرية مشروعا بحثيا يحاكي الحياة على المريخ كجزء من مخطط مستقبلي لرحلة مأهولة إلى الكوكب الأحمر صحراء يوتاه الأمريكية كانت وما زالت مسرحا لهذه التجارب ففي عام 2015 قضى علماء مدة أسبوعين للقيام بأبحاث تساعدهم على دراسة هذا الكوكب وفي هواي عام 2017 قضى طاقم مكون من ستة أشخاص مدعومين من وكالة ناسا نحو ثمانية أشهر في منطقة معزولة ضمن مشروع بحثي لفهم التأثير النفسي على رواد الفضاء لمهمة طويلة المدى الأبحاث لم تقتصر على الحياة البشرية بل تعدتها إلى دراسة احتمالية وجود كائنات حية أخرى مثل النباتات على المريخ أو إيجاد آلية لاختبار صلاحية تربة الكوكب للزراعة كما حدث في هولندا عام 2013 ومع توجه شركات إلى تنظيم رحلات سياحية مأهولة إلى الكوكب الأحمر مستقبلا فهل ستنجح تلك الجهود المتتالية بجعل هذا الأمر وشيكا؟